أعربت مصر عن بالغ إدانتها لقيام زعيم أحد الحركات المتطرفة في هولندا بتنزيق المصحف الشريف أمام مبنى برلمان الهولندي في لهاي وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن ذلك فعل سافر يتبع وزو حدود حرية التعبير وينتهك مقدسات المسلمين ويؤجد خطاب القراهية بين الأديان والشعوب بما يهدد أمنة واستقرار المجتمعات وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تقرار حوادث إزدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية مؤخرا مشيرة إلى مسؤولية تلك الدول عن منع تقرار مثل تلك الممارسات التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية